اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضيفه في الموحنا كنطربه مزيان حتى نحصله على خليط اللي كيكون الخليط ديال بغرير بالنسبة لي انا اضفت هدك اللتر كامل شاطط لي منه واحد ميتين ميليليتر كان بقوا ونخلطه حتى كي ينسجم الخليط مزيان مكيبقوش عندنا الحبيبات وكنضيفه اخر شي كيس واحد ديال الخميرة ديال الحلوات من يقرب بالنسبة لهد الخليط هده ممكن ايضا تطربوه في الكسد ديال العاصر في الخلاط الكهربائي هنا يلاحسيتو بالخليط بقين في الحبيبات مكتصفي وفي الشبكة اللي كتكون رقيقة الان بعد ما ضفت الخميرة حصلت على الخليط ديالي بهذا الشكل كي يوليو في الفقعات من الفق ضفت هدك الليتر كاملة ديال ماء معديني شاطط لي منها واحد ميتين ميليليتر الان غدي نغطيو الخليط ديالنا بواحد البلاستيك غداي وغدي نخليو في واحد البمكة اللي كيكون دافيه كنخليو كي يخمر مزيان دارو هد البغرير هده كيبغي يخمر تقريبا كنخلي واحد نصف ساعة او ساعة هلا حسب الجو إلا كان بارد بالسوف كنخلي واحد مدة لي يطويلة حتى كي يخمر مزيان لان بعد ما كيخمر البغرير ديالنا كي يخمر مزيان تيطلع بهذا الشكل هده كيوليمهو الخاليط بالطريقة هده كنخلطوه مزيان كناخد واحد المغرف كندير المقلاء اللي ما كتلصقش مقلاء ماني علي الالتصاق كنديره فوق نار متوسطة كنصبو فيها مغرف من الخاليط وكنخلي وعلى نار اللي كتكون متوسطة حتى كتطيب لا خطر عو كتتقب كيف كتلاحظو معي كي يجي متقب كي يجي ناجح فقط النار خالصها تكون متوسطة المقلاء مغستش تكون سخونة بزاف خالصها تكون يلا حتينا فوق البوطة غي كتتسخن واحد جوش ديال طقيق كتبدو نطيبو في البغرير ديالنا هنا بعد ما كتطيب تنحيدو وتنحطوها فوق شي من ديالنقي كنناخدو المقلاء ديالنا تنقلبوها وتنحطوها فوق تنديروها تحت من الروبيني تننغسلوها بالماء وكنعودو نحطوها فوق النار بنفس الطريقة على النار متوسطة وكنخليوك يطيب على خاطره كنقومو بهاد العملية هادي فكل مره غادي نطيبو فيها البغرير كننغسلو المقلاء ديالنا تحت الروبيني عسكر الضواب فوق النار بحالة كنبردو هاديك المقلاء مغستش تكون سخونة بزاف باش يطلع لنا البغرير ديالنا كله نفس النتيجة كيجي واحد البغرير اللي هو خفيف بزاف ومتقب كيجي رائع جدا تتمنى تجربوه وناجح من المرة اللولة بنسبة المبتدئات اللي اكتر يمتي صدقش لهم الى تبعو نفس الطريقة بنفس المراحل اكيد غادي صدق لكم من المرة اللولة كيف كتلاحظو معي كله كيجي متقب وكيجي ناجح وتخلي ويخمر مزيان غادي نستمرو بنفس الطريقة حتى كنكملو انا بني كيطيب البغرير كنحطوه متبادين على بات حتى كيبر دوعة كنحطوه حدا فوق وحده لانه هو سخون يلاحطينا حدا فوق وحده كيلسقوه هناي البغرير ديالنا كنحطوه علاد النتيجة هادي خفيف بزاف وكله متقب كيجي كله بنفس يعني كيطينا كله بنفس نتيجة وحده وكياخد الوقت دياله فطييب كيجي طيب مزيان مادرناش فيه السكر لانه السكر بسرعة كيتحمر وما كياخدش الوقت دياله فطيب دك شلاش مقصناش ندرو فيه السكر باش يلا كياخد الوقت دياله في الطيب وتيجينا بغرير اللي هو ناجح وزويد كنحطفوه بيه في الثلاجة كندروه في بلاستيق غدا حتى كيبر داعة كنحطفوه بيه في المجميد أو في الثلاجة حتى كنبغي نستعملوه كنتمنى الفيديو ديالي وما يكون لإيجاب ديالكم الوصول ديالو ما تجربوها لأنها فعلا تستحق تجربة البغرير ديال الماء معديني غازي كي يجي مختلف تماما على البغرير العادي كنتمنى تجربوها بصحة وراحة إلا يجبكم الفيديو ما تنسوش الديرو جيم تشتركوا معي في القناة إلا كتبقي ما تشتركينش ضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما لجادة قد نخلي لكم مرة بديال البغرير اللي صدق لي ودرتوه العاملي فيت حتى ونجحوا كيصدق من المرة اللولى وجربوه بزاف ديالناس فنجح ليكم نطلقوا فيديو جديد إن شاء الله